شهر 12 معروف بأنه شهر الأعياد وبهذا الشهر تكتر الهدايا وبكل تأكيد مع تطور الحياة لازم تطور أفكارنا في الهدايا نحن أكيد عبر شاشة فضائية النجاح منعيد كل أخواننا المسيحيين منقلهم كل عام وانتوا بألف خير ونحن محضرين لكم مجموعة من الأفكار الخاصة لهدايا عيد الميلاد المجيد فنحن نرحب في منصقي الهدايا ضيوفنا في الأسدل لهذا الصباح هبا وداود الزبن أهلا وسهلا فيكم أهلا وفيك كان لازم أتعرف على الجندي الخفي اللي دوما بيشتغل معك هبا يسعد صباحكم صباح لكم أيش الأجواء الحلوة اللي عملت لنا إياها اليوم؟ هي أجواء شتوية بشكل عام بتعرف إحنا موسم شتا فدخلنا كل إشي شتوي كل إشي دافي كل إشي بيوحي للكريسماس للبدايات الجديدة للسنة الجديدة إن شاء الله سنتخير على الكل حلو عايش معتمدين في خياراتكم هاي السنة شو الموضة أكتر يا دود؟ يعني إحنا ركزنا يعني إحنا نجيب هدية فكرة هدية حلوة حلو أنه نكون مميزة نكون الهدية عنا إحنا فكرتها بسيطة ومميزة في نفس الوقت يعني اعتمادنا على التنصيق التنصيق الهدية الهدية صحيح وممكن كمان دوما الشعار بأنه قداش هديتنا تكون فيها معنا لكن بنفس الوقت مشرطة تكون مكلفة كتير وغالية كتير وهذا هو الأفكار بإجمالة اللي إحنا منشوفها صحيح إحنا بنركز في الهدايا أكثر شيء على البكجات إحنا بنحب موضوع البكج البكج بيكون منوع فالقطع بنوعة كتيري وبتستفيد من كل قطعة إشي شخصي إشي خلينا نحكي ديكور يعني إلو علاقة بالديكور لغرفي لمكتب فهي أنا كمان شفت تنوع أعمار وتنوع فئات كمان صحيح صحيح أنت طويل مطل داود فبلش أشرح لنا عن الأفكار اللي إحنا عم نشوفها معاك تمام يعني شوف إحنا هون عاملين ثيم للصبايا حلو يعني دخلنا في الفلامينغو هو الفلامينغو هو موضع صار عندنا هالأيام فدخلنا للصبايا الفلامينغو وشغلات هيك يعني اللي بتجذب الصبايا حلو هلأ هون روحنا إلى بيت لبيوت أكتر حلو هون يعني إلى كريسماس أو شغلات تبتيجي إحنا بنستهدف صبايا أو بنات صغر نحكي وبيوت يعني بنفس الوقت إحنا يعني أكتر يعني أكتر من فئة إحنا بنستهدف رائع جدا كمان عم بشوف السنوبر صحيح أكيد هو كمان هذا من وحي وحي ريسماس وشتا تمام وهون الأزرق الأزرق هذا بستهدف ولد بمعنه الاحتجاج دائما أنه ليش ما فيه إيش للأولاد معنه أنا بس تصحب إيش موضوع شباب وولاد بحس إنه خيارات البنات متاحة أكثر دائما صح ولكن نستهدفهم يعني عندك مشكلة وحدة جملك هدية زهرية مثلا أوه أوكي خلص هايك مش هنغير القاعدة خلي الأزرق لإلهم والزهري لإلنا صحيح تمام فشو الخيار اللي موجود عندنا هون هبا في هدية الولد خلينا نحكي فيه عننا تيرموس آه لا هو الصورة عم بتورجينا هذا الخيار هذا الثيم الكلاسيك هذا الثيم الرائع خلينا نحكي هذا العشاق القهوة الرواق الشاي النسكافي هذا أبريئة يا جمال هذا أبريئة مع مج عساس اللي بيحبوا يثنوا خلينا نحكي فيه لفحة شتوية هاي بتروح بناتي شبابي فيه كتاب للناس اللي بتحب تقرأ كمان أنا شايف البوكس الخشبي كمان وبرضو هون منشوف فيه السنوبر والأش السنوبر كمان مرة الأش والدهبي وعشاق الكتب بتحسي الناس بتحب هاي الأشياء أه أكيد بحبوا الفكرة الجديدة الناس بحبوا الفكرة المميزة الغريبة الجديدة حلو رائع جدا بقي في عنا فكرتين داود صحيح هلأ في عنا هون نحكي أكي على هالهدية هاي استهدفت للفئة الصغيرة أطفال يعني من نحكي هيك حطينا فيها دبدوء شكولاتات دبدوء صغير هيك جزدان فكة تحفة صغيرة واللي وراها هلأ هون احنا جبنا مقين كابلز بيكونوا تقدر ترفعها ونشوفها معك كونتا قاعد صحيح اللي هو الستاربوكس هاي اه بالزبط هاي بكون عندك هون مركة العالمية اه بالزبط هدرعوا شخف القهوة عندنا من نحكي بيكون معهم هيك مع الثيم كامل هو بيكون يعني اللي بحبه القهوة التأديم هاي نعم نشوفها تلفلنا إياها لحتى كمان الناس تستوحي الأفكار هذا شي بسيطة بسيطة وجميل بنفس الوقت صحيح مميزة مية بالمية هل الناس تقبل على هاي الهدايا البكيجات في البداية أنا ما بخبع لك واجهنا صعوبة بداية ما عملنا المحل كان فكرتنا دائما نغير الثيم السائد الهدية نطلع من موضوع فنجان أهوة وطائم كاسات وإلخ إلخ فصورنا نعمل بكيجات أولها كان فيه صعوبة لسه الناس بدها لقش التقليدي ولكن حاليا مع تنوع الهدايا تنوع أفكارها لقينا كثير إقبال وخاصة من فئة الصبايا طالبات الجامعة الصديقات عم بلاقوا أنه هذا الإشي مميز إشي جديد إشي حلو وكمان عم بشوف أنه هدايا البيت صارت غير يعني بطل صنية التقديم الطبيعية أو التقليدية صار في عنا أفكار لإلها طعم الكاسات والفناجين صحيح صار فيه أفكار جديدة أشياء جديدة ثانية يعني شوف يصر يعني فيه الناس فيه إقبال على هذا الإشي صار خاصة أنا لما أشوف هاي الهدية الكبيرة اللي موجودة قدامنا كنا برضو نرجع نشوفها مع مخرجنا أنه هاي كمان هي هدية للمنزل إجمالا لأنه هي تعتمد على تحف تنحط في البيت فهم برضو كمان رسالة أنه مش شرط إذا أنت ماخذ الهدية لوالدتك ولا لحدك كبير بالسن أنك تكون تقليدي ورسمي جدا مش شرط تكون شخصية يعني بشكل عام يعني يمكن كلها البيت عدة شغلات يعني هي من أش مكونا هاي الهدية أشفي في قلبها هلا هي فيها تحفي على شكل أن الناس برضو كمان لأن الناس هي من الموضات اللي كانت دارجة هاي السنة مضيئة في عندك الوار الورد الصناعي عندنا برضو كالندر تقويم وعندنا البرواز الدهبة وفانوس وهناك مطبئنية أو سكرية بتزبط وتزبط تحفي فهذا الثيم رائع لعروس جديدة لأنه فيه كتير لون أبيض رائع لبداية سنة جديدة جميل لبيت إلى بيتك لسك لو رفض ضيوف أساس أنه إحنا كما حكيت لك حتى إحنا لو بدنا ننسق الفكرة التقليدية اللي فيها فنجان وفيها صحن وفيها صينية عم بننسقها الطريقة جديدة لازم نعمل مرة حلقة خاصة عن الفناجين لأنه فهلا أنتوا بتجيبوا فناجين تزبط تكون تحفي بتحيا تشرب فيها أدماية بتكون حلوة وغريبة اختياركم الأساسي يعني هاي القصاص هي بناء على اختياركم للبداعة كيف تختاروا البداعة بهاي الطريقة المختلفة داود شوفي احنا بكون بينه وبينه أنا بختار إشي وهي بتختار إشي دائماً احنا بنختار يعني صنفين والصنفين يعني أنا بكون أنا شايفه حلو وهي في نفس الوقت يعني شايفه صنف تاني حلو فإحنا بنشتمع مع بعض هذر المساعدنا بتجيبه اتنين نجيب اتنين يعني ما منجيب يعني ما خلص يعني هي بتشوف ايش حلو أوكي تجيبي يعني يمكن يشوف أنا تردد فيه هي بتكون لا متشجع لقيله فإحنا هيك يعني ما يعني بنجيب الصنفين ما بتخافوا أنه الناس ما تتقبل مثلا شوفي هو كل الأصناف جديدة وغريبة يعني في البداية بنا نكون عنا خوف أنه ما يتقبلوها ولكن مع طريقة عرضنا لقيلها تنسيقها لقيلها عم بلاقي فيه أنه مقبلين عليها وحابين الفكرة بكون بنا نقاشات طويلة أصلا أنه كيف هذا الصنف بنا نستخدمه بس كل واحد فينا بكون عنده رؤية عنده فكرة أنه هذا الصنف كيف بدنا نستخدمه والمميز أنه إحنا كيف ننسقه إحنا نفهمه كيف أكيد يعني كيف ننسقه وكيف ننعرضه للزبون مشان يعني ياخده مشان كيف نوصله الفكرة استخدامه فكرة استخدامه مش دوما بقوله العين مغرفة الكلام ففعلا يعني العين إذا أحبت شيء خلاص يعني القلب بيهوا وممكن أخذ قرار وأشتريه وانتهى الموضوع صحيح مية بالمية كمان أنا عم بشوف أنه اليوم عم تتطور الثقافة اللي موجودة عندنا يعني بطلنا إحنا تقليديين حتى بطبيعة الهدية اللي مناخدها هذا الشيء كمان مواقع تواصل الاجتماعي ساعدته ولا شوي كمان عم بتصعب المهمة لأنهم صاروا كثير اللي بيشتولوا في هذا المجال هو شوفي يعني هي ساعدت وصعابت فيه ضحكة عنده سراحة وحدين يعني بالضبط يعني هو ساعدت وما ساعدت لأنه نحكي بنفس الوقت لأنه صار متاح للكل يعني اللي بضع يعني بيجيت مثلا الانلاين أنا عندي محل وعندي تكاليف وعندي أجارات وعندي شغلات كتير فهمي كيف فبيجي تعال الانلاين بيجي مثلا هالأطعاب تعجب و بنزلها يعني بسعر يعني فهمي كيف وأنا عندي اشياء ثاني بنزلها بسعر فهو بتصفي هنا فهمي كيف أنه يعني منافسي بس هو بتعرف أنا بشوف أنه أي مشروع بيحتاج لإرادة لأنه كمان أنتم مشروعكم ريادي وبلش بطريقة بسيطة جدا وخلينا أقول لساكم في بداية المشوار التحديات اللي عم بتواجهكم في تشكيل مشروعكم هذا شوفي ومحكين هم التنين إخوة يعني وجب التوضيح ليش كمان علاقة الإخوة والعائلة كمان حلوة هي بتنجح ولا بتصعب هكو هيك يعني بنكون أحيانا ندفئ أحيانا بنختلف بس يعني أحيان أكتاتوري لا أرائع أوه متاز صار باي فيه أشياء كتير حبام علمنيها صح كتير أنا بدعمه في أشياء تانية وقولون هيك يعني فكرة مني فكرة مني عم نطلع بالإشي المميز هلأ شوفي التحديات موجودة ومكان بأي شغل بأي عمل في الدنيا في تحديات في ضغوط ولكن شطارة أنه تاخذ من هاي التحديات سلالة متطلع عليها لتنجحي وليس العكس أكيد كيف بتهنوا الناس مع نهاية هاي السنة وبداية عام جديد أول شي يعني إن شاء الله نحسنت خير على شعبنا كشعب يعني 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 معنى نعرف أشيئة صعبة فإن شاء الله تكون الظروف أحسن على شعبنا يعني بغض النظرة شوف كانت عنا الظروف عم بتلاقينا لأ بنحب الحياة وبنتطور عنا إصرار عنيدين يعني بالزبط معنى إلا نكون عنيدين هاي هي لازم نكون هيك حتى نعيش داود يعني إن شاء الله بتكون بداية سنة بداية خير علينا على الكل إن شاء الله على الجميع يا رب إن شاء الله إن شاء الله كل عام وانتو بقى الف خير دوماً كل التوفيق ضلوا دوماً تعطونا هاي الأفكار الحلوة والمميزة والغريبة وإن شاء الله يا رب فلسطين كلها تكون بخير إن شاء الله حبيبتي